السلام عليكم وصلاة على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام استغفروا الله في التعليقات وصلي على الحبيب البكي طيب كلنا في الهوى سوا هدى شكل المطبخ بقالي يومين الله ينور يعني مش هقول لكم البيت كان مفضي وكان بقالي تقريبا شهر ونص كده ما روحتش للسوبر ماركت والخضر خلص والدجاج خلص والطحين خلص حتى البيكن بودر خلص الزيت كان موجود بس ما فيش طحين يعني اوكي واللحم موجود بس زهقنا من اكل اللحم برضو والتونة تعبنا منها برضو فبالتالي روحت السوبر ماركت ولما جيت بقى روحت السوبر ماركت كان يوم والجمعة اشتريت الاغراض يا دوبك حطيت الدجاج واللحم في التلاجة والخضر والفكهة والحليب والزبادي الحاجات اللي تتخرب وبقيت الحاجات بقى اللي انتوا شفتوها دي كان فيها عرضة عالطماطم جبت طماطم عشان اخزنها وبقيت بقى المقاضي او مشتريات البيت زي ما انتوا شفتوها في الاول الفيديو كده الله ينور كلها في الكياس هنعملها بقى في اجزاء مع بعض كده ما انا بقى روح السوبر ماركت قعد اسبوع اشتغل في المطبخ والله المستعين ادعموني بقى باللايك والشير والكومنتات الامر كده يا جماعة الخير اقل دعما للقناة ان انت تكتبي كومنت وتشير الفيديو وتحطي لايك كده ولقيت تعليه اكتر من مرة على الفيديو ولو تعليق اموجا حتى حطي نقطة يعني لكن المتابعين الصمتين دول صراحة انتوا بتضروني كده مش بتنفعوني معنى ان انت تشوف الفيديو متعلقيش او تحطي شير والحاجة بتدي ايحاء لليوتيوب ان سيادتك معجبكش الفيديو فبالتالي ما بيخترحوش على حد فعشان كده القناة واقعة والحمد لله يلا خلونا نسمي بسم الله طبعا انا بجيب كمية باعملها بقى حاجات كتير انا خدت بقى نزلت قبل ما ابدأ في تصوير الفيديو خدت الدجاج نظفته احنا غسلنا مع بعض قبل كده ونظفنا مع بعض قبل كده في فيديوهات سابقة وخليته لانه لازم قبل ما تبل الاشياء هادي لازم بعد ما تتغسل بالمية والدي والملح والخل واللمون لازم اخليها تصفي من ميتها تماما فبدأت بصدور الدجاج هاخد جزء من صدور الدجاج اللي معايا انا طبعا ولادي ما بيحبوش الدجاج الكامل فبشتري صدور دجاج اكتر من الدجاج الكامل بس اخدت هناخد جزء بقى من الدجاج زي ما انتو شفتوه هعمله شاورمة اتبله وجزء هنطبخه في طبخه والجزء التاني نفرزه مع بعض برضو اخدته اسمت السدر لو السدر تخين اسميه من المنتصف وحتى المدق بتاع البفتيج ملقتهوش يلا باي كوب او بمقلاية اديله طرقتين كده عشان يبقى مسطح وما ياخدش معانا وقت في السوى لما نيجي نسويه وكمان كده هيشرب التدبيل اسرع وجزء من الدجاج هعمله ستريبس وبقيته وبقى هقسمه كده بعمله يعني خليها صدور كاملة وبعدين قطعها ساعة ما طلعها من الفريزر وبنطبخها سالونة كده او برياني سريع او كابسة سريعة المهم هنشوف مع بعض باذن الله طبعا الفيديو ده هيبقى ليه اجزاء لان انا بشتغل لوحدي وبعدها مش المشكلة عندي الشغل المشكلة ما بعد الشغل هو التنظيف وغسل الموعين يعني اسمت ظهر الله ينور المهم خلونا بقى هنعمل زي ما وردكم انا قطعت الستريبس شرايح طبعا التوابل دي اللي انا بستخدمها بتاعت الشاورمة هكتبها لك وبتاعت الستريبس هكتبها لك في صندوق الوص بخلط كل التوابل معنا بصل بودر بودر بابريكا في ايه تاني مرأة دجاج فورية جنزبيل في ايه تاني بهرط مشكلة كل اللي يخطر على بالك وتحبيه حطي بنعمل ميكس حلو كده وبعدين بقى هناخد الميكس ده هنا في الطبق حطيت ده بالنسبة لتدبيلة الستريبس هاخدت التوابل بعد اما مكستها معايا مية بصل حطيتها كده طبعا لما بعمل بدرب البصل في الكبة عشان ما ياخدش وقت على النار سواء بعمل اي طبخة فبصصيب المصفاية فبيطلع مية البصل فمية البصل دي بحتفز بها في كيس بستخدمها في التدبيلات تعود معيك 3-4 شهور في الفريزر ما فيش اي مشكلة حطيت مية البصل وميكس التوابل اللي عملناه مع بعض ومعايا 2 بيضة كل كيلو بني بياخد بيضة واحدة وتقدر تستهونه عن البيت لو ما تحبه البيت بس البيت برضه بيديله طعم حلو وحطيت علبة زبادي وطبعا مع مية البصل كان فيه كمان معلقة خل هضرب كل المكونات كده بالمضرب اليدوي وحتى تندمك تماما وطبعا الستريبس تقدروا يعني تقطيع الدجاج تعمله شرايح كده او تقدروا تقسموها بالمنتصف وتعمليها بني نفس التدبيلة ما فيش اي مشكلة بحب بحط شوية من الهوت سوس واحيان كمان بضيف المايونيز بس انسيت والله اضيف مايونيز لان كان الشغل كتير وعايز اخلص وانا كنت بدأ الشغل ده في المطبخ 11 بالليل هتشوفوني لحد بقى من طبق مع بعض الصبح ان شاء الله حطوا اللايك اماراتوا اكتبوا كده تعليق وشارعوا الفيديو وجزاكم الله خير ان شاء الله كل واحدة تحطوا اللايك وتعلق كده تشوف ايديها في الجنة باذن الله هنا خلصت التدبيلة والشرايح طبعا قلتلك لازم تبقى مغسلها حلو قوي ولازم تصوفيها من المية تماما لان لو فيها مية بيغير بعدين طعمها وبعدين ده احنا هنفرزه بعد كده يعني لسه دي مرحلة النقع بعد كده بقى بعد يوم هنشوف الجزء التاني من الفيديو واحنا بنعمل البريدنج بتاعها فبالتالي الحاجات دي صراحة الواحد بيتعب يومين ثلاثة بس بقيت الشهر بيرتاح صراحة سلسة الطمطم تبقى جاهزة تطلع على طول تفكي وتشتغلي الستريبس وقت مش عايزة تطبخي اعملوهم شوية مكرونة مع ستريبس ولا بطاطس مقلية في الارفراير يعني التجهزات دي صراحة صدقوني يعني دي تعتبروها بقى تفريزات لرمضان وتفريزات للصيف والحر ما تقفش كتير في المطبخ وكمان تنفعك في الشتاء ما تقفش في البرد كمان وقت كتير في المطبخ دعكت كل الدجاج كده وعملت له مساش حلو بالتدبيلة وهغلفه بالبلاستي كريب ودخله معاك ممكن تسيبيه حد يومين في التدبيلة مفيش اي مشكلة هندخل بقى على تدبيلة الشاورمة وان شاء الله انتظروا فيديو الشاورمة ده طريقة سهلة وسريعة وهنعملها سيخ وبدون فرق وهتطلع نتيجتها احلى من المحلات باذن الله انتظروا الفيديو باذن الله ده مكس التوابل برضو بتاع تدبيلة الشاورمة ان شاء الله هكتبها لك في الديسكريبشن او الصندوق الوصف والناس انما بتعرف صندوق الوصف في مسلس مقلوب كده بتلاقي جنبه المزيد جنب عنوان الفيديو اضغطي عليه هتلاقيه بقى تحتها المقادير والحاجات والروابط وكل حاجة في طبق هنحط المكس بتاع التوابل وهضيف عصير اللمونة كبيرة كده لو اللمون صغير ضيف عصير لمونتين طبعا المقادير اللي هكتبها لكم لكيلو من البنية لو حبيتوا تنقصوا الكمية لنص كيلو هتقسم المقادير بالنص واضفت خل ولمون واضيف زبادي او رايب واضيف زيت زتون واللي معندوز زيت زتون يقدر يستخدم زيت عادي ما فيش اي مشكلة واضيف كمان فصين توم كبار كده يعني 3-4 فصوص توم مهروسين وهبدأ قدمت كل الخليط بتاعت تدبيلة الشاورمة راحتها تحفى 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 صراحة هتجربوه ان شاء الله وهتقوله يعني يستحيل تشتروها وبعدين الاسعار صارت غالية جدا والله زوجي جاب للولاد اول امس صندوشات شاورمة ما اكلوها وقالوا ما فيها طعم يا ماما والصندوشة بمبلغ وقدره يعني فعلى اقل احنا بنشتري الدجاج فرش والصدور الدجاج ما فيش دهون ما فيش مواد حفظة ما فيش حاجات كتيرة فالله المستعان اعملوا كل حاجة اوفر وعلى اقل ضمنين كل حاجة احنا بنأكلها وبنأكلها الاولاد زي ما انتوا شايفين غمست كل واحدة بالتدبيلة وحطتهم فوق بعض وبرضو نفس الحكاية هغلفهم بالبلست كراب ودخلهم التلاجة ممكن يعودوا معاكي تلات ايام برضو لحد تلات ايام في التدبيلة في التلاجة وممكن بعد التلات ايام يا اما هتاخد منه جزء نطبخه وجزء تاني هنفرزه يعني ممكن بعد يوم تقدري لو انت عاملا للتفريز هتقسميه في الاكاس حسب عدد افراد الاسرة في الطبخة انا تقريبا عملت الدول اثنين كيلو لاربع واثنين كيلو لاربع من الستريبس هدخلوا برضو التلاجة ونشوف الخطوة التانية طبعا انا قلت لكم انا غسلت كل كمية الدجاج اللي انا اشترتها من السوبر ماركت هنا بقى ههمل تدبيلة للدجاج الشوية والتدبيلة دي تخفى ولو جربتوها كل اللي بيأكلها عندي بيسألني على الوصفة لان فعلا دي انا واغدها من حد شغال في مطعم دجاج شوية فجربوها والله المستعين وارجعوا اكتبولي في التعليقات هتشوفوا الطعم يستحيل تشترونه من بره بعد كده مجموعة التوابل اللي انا هكتبها لك فقلب صندوق الوصف تنفع لدجاجة واحدة انا مضعفة هنا المقادير حشان هنقعد جاكتين معايا مجموعة التوابل اللي هكتبها لك ومعايا خل وعصير اللمون وطبعا الدجاج غسلته بالدقيق والملح والخل والجنزبيل وخليته فل لقشته وغسلته كويس جدا وبعدين سبته يصف ميته تماما هنقلب كل البهرات وعصير اللمون والخل حتى تندمك كده المية كلها تبقى ريحتها حلوة كده والمية اصلا ريحتها التوابل معصير اللمون والخل شايفين الدجاج اشطفولة هحط لكم رابط الفيديو اللي غسلت فيه الدجاج يستحيل تحسه بزفرة هنحط الدجاج كده وممكن بعد 3-4 ساعات نقلبه في الجانب التاني عشان الحركة دي بتخلي بقى الدجاج معاك بعد الشاوي يستحيل ينشف منك يفضل جوسي وطاري وحاجة كده فاخر من الآخر يعني بقولك وكل حد يا كلها يسأل عنه الوصفة لانها فعلا من من اسرار الصنعة ومن حد شغال في المجال هنا هغطيها ممكن معاكو يعني لو مستعجلها ممكن 3 ساعات حلوة قوي او ساعة لو عندك بقى وقت اعمليها قبل بليلة يبقى احلى انا طبعا عشان عندي شغل كتير في المطبخ فطبعا هدخلها بقى هغلفتها بالبلاستي كريب واسبها في التلاجل تاني يوم وتاني يوم بقى هوريكو طريقة هنكمل دجاج الشوية طريقة المراحل بتاعته ان شاء الله هنا اصحابي ازاي ما انتوا شايفين هنا بقيت الدجاج بقى لان كنت جايبة دجاجتين كاملين ودجاجتين واحدة اسمتها بالنص تنفع بعد كده المن دي كابسة اي حاجة من الرزاط دي بتاعت المطاعم وواحدة تانية خليتوكو نعملها صالونا او ممكن نعملها فراخ شيش انتظروا برضو الفيديوهات الجاية ان شاء الله هنعملها مع بعض وهغلفهم بالبلاستي كريب او لو عندك اكياس تلاجة حطي في اكياس تلاجة برحتكم هغلفهم كويس جدا بالبلاستي كريب طبعا كل الحاجات دي تغسلت وتنقعت وتصفت تماما شايفين ما فيهاش ولا نقطة مية المية هي اللي بتخلي الحاجة تعمل تلك وطعمها يغير في الطبخة بعد كده هنا بقى اصحابي زي ما انتو شايفين بحط ليبل على كل حاجة عشان ابقى عارفة ده ايه لان طبعا الحاجات لما بتتجمد بتبقى كلها شبه بعضها يعني وهنا باكتب التاريخ وباكتب ده الجزء ده صدور الدجاج ودول بقى بقيت صدور الدجاج قسمتهم على ثلاث طبخات عشان ابقى استخدمهم ممكن ينفعوا شيش طوق ينفعوا حاجة كده طيب خلصنا من الدجاج وعندي كمان كيلو لحم دجاج مفروم ان شاء الله هنعمل بيه وصفة تانية خلينا بقى في الجزء التاني هتشوفوني هعمل بي ايه هنا بقى رحت اللحم انا عندي لحم قطع وعندي رستو في التلاجة بس المفروم كان خلص من عندي لقيت واحد رستو فاخدت واحد رستو ينفع للشاورمة ينفع لحمة بردة ينفع قطعين مكعبات وتطبخي القطعية دي بتتاخد من الفغت اسمها بالانجليزي لو انتوا في الخليج اسمها بيف نط القطعية دي بتبقى حلوة للرستو لكل حاجة للبوفتيك كل حاجة تنفع معاكو وسعرها حلو يعني عكس العرق الفلتو بيبقى اغلع من تمن اللحمة تقريبا ريال ونص بكتب عليها برضو اسم القطعية وبكتب التاريخ هنا ده بالنسبة ما جبتش لحم قطع لان انا عندي وعندي رستو اللي هو البوفتيك اللي هو عرق التربيانكو عندي موجود في التلاجة فما جبتش جبت بس ايه مفروم وبعدين نصيحة وانت بتشتري المفروم ما تشتريش المفروم الجاهز بتين انتش عارفة ايش النوعية القطعيات اللي هما بيبقوا عاملينها انا بختار نوعية من اللحمة والقطعية دايما اللي بيجيبها للمفروم باخد قطع من الرقبة وباخد يعني النص والنص انا خدت اتنين كيلو ونص من الرقبة وخدت اتنين كيلو ونص من الرمب الرمب اللي هي الكولاطة يبقى تاخدي كولاطة بالعربي وبالانجليش اسمها رمب والقطعية بتاع النك اللي هي اقولله الرقبة دي بتبقى حلوة بقى في العصاق في الحواوش في الكفتة وكده انا كنت قيلله كمان نديني دهن وهو تقريبا نسي يحطيه اللي دهن بخليه فروم لدهن كده منفصل واخده مع اللحمة بضيفه بقى في الكفتة في الحاجات في الطبخات اللي تحتاج دهون عشان اللحمة كلها ما تبقاش مدهنين احنا في البيت ما بنحبش الدهون يعني فهنا بقى معايه كمية اللحمة المفرومة وردكم انا خليته يقسمهم لنص كيلو نص كيلو وانا في البيت هنا قسمتهم ربع كيلو ربع كيلو ربع كيلو لان انا أولادي مع كل الطبخات تقريبا يحبوا ياكلوا لحم مفروم او كفتة وما يحبوش اللحم القطع نادرا لما يحبوا ياكلوا اللحم القطع فعشان كده بتلاقوني بستهلك لحم مفروم اكتر من القطع هنا شيلت بقى خلاص اللحم بعد ما قسمته هدخله الفريزر واللحم المفروم كله هحطه في كيس وده بيبقى معروف ان هو اللحم المفروم لقيت برضو في سوبر ماركت روبيان فريش خدت كيلو وهنا لقيت برضو بوري فريش او بيتقال عليه هنا بالمحلي او بالعماني سمك بياح زي ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن اخدت تلت سمكات لان انا ما بحبش اخلي السيفود او اللحم السمك يعني والكده يقعد فترة طولة في التلاجة طعمه بيفقد يعني هو انا اجيبه مثلا واستخلقه خلال الاسبوع يعني بس انا عشان عندي هعمل لهم مكرونة بشامل فبالتالي كنت لو ما كانوش عايزين مكرونة بشامل كنت هعمل السمك تاني يوم ما باجي السوبر ماركت على طوله وناكله فريش هنا بقى هاخسل زي ما انتم شفتوا كده هطلع الحاجات السودا اللي بتبقى في بطن السمكة وديله شطفة خفيفة وخليه صف المية خالص واربيان مش قادر اقشر هقسمه على جزئين وحطه في في الفريزر هنا بقى كان الفجر قدن علي خلصت شلت كل الحاجات التدبيلات والحاجات عملت الولاد الاكل عشان نحطولهم في اللانش بوكس كل واحد سندويتشين والحليب والتفاع غسلت كل الموعين نظفت الجزء بتاع المطبخ نص المطبخ بس نص المطبخ بقى اللي فيه الحاجات اللي في الاكاس لسه هنبقى نشيلها مع بعض وفرمت البصل عشان مكرونة بالبشاميل هطلع افطر وصلي الفجر وننزل نعمل مكرونة بالبشاميل لايك وشير سلام عليكم